اشتركوا في القناة خلص يوصى انو العالم كلها بتقول عن صوته حلو خلص بيهموا لهيدا الشي في يوم يمكن البعض بيمروا بهالشي بيقع بهالمطاب لا انا من نوع لاني بحب الموسيقى ما فيني اهمله يعني عندك طفلك المدلل هل ممكن تهمله مستحيل فانا بالنسبة لي الموسيقى عندي طفل المدلل ما فيني اهمله على طول معه يعني بحب يعني شغفي في الموسيقى اني اعزف وغني انا احكي شوية عن شو عم بتحضري حاليا انا عب حم يعني عب حضر اعمال عمل مصري طبعا هو في عدة اختيارات لسا يعني لحد هلا ما يعني رسيت على حل او على عمل بس فيه اتنين يعني عملين حلوين كتير يعني داخلين مزاجي فلنشوف ان شاء الله عمل كتير حلو مصري بإذن الله بينكم من حالك بطول بتقولي اخدي حقك متل ما لازم لا شو الصباب يعني شوف يمكن السوشال ميديا متل ما انت عارف بحر كبير ازواء مختلفة متل ما انت كمان شايف اني انا صوتي بيشمل كتير الوان فاللي بيحب مني الطرب ما بيحب مني الاغاني الموضة اللي بحب مني الاغاني الموضة ما بحب مني يسمع يعني انت تقريبا يعني راضي كل الازواء فلازم تكون اخذ حقك اكتر من هيك انا عندي اغني اسمه نتفي فلسه عايزلي شوي نتوفي بدي ارجع شوي لموضوع الحجاب بينكم من حالك بتقولي بيوم الايام راح ترجعي تلبس الحجاب تحطي الحجاب او لا اي جدء طيب هلأ العم يحضر راح يقولك ان ليه شرحت الحجاب لأني انا عم حس انه انت شرحت الحجاب بس بنفس الوقت مني كنت يمكن كتير مقتنعة بها الخطوة مش قصة تمنى مقتنعة بس زروف كل انسان قلو ظرفه بس عم تقولي لك انت انه بيوم الايام راح ترجعي للحجاب اكي شو السبب لاني انا بحبه وانا ايلي يعني بعدة مقابلة اصلا بحب شي ما بيتخلى عنه مو بي ايدي مو بي ايدي او بقلك انسان كل انسان قلو ظرفه ما فيني أحكم عليك وأنا بعيدة لازم أقرب منك حتى أعرفك حتى أحكمه إنه أنت شو ظرفك بس لما رح ترجع تحطي الحجاب رح تعتزلي كمان الفن ولا لا هالشي مخص أكيد أنت بتلاقي أنه الفن بيتعارب مع الحجاب اللي عم بتغني ممنوع تكون لابس حجاب مش زابطة بس ما شوف الفنانة الأردنية نداء شرارة ما بيقول ما بقول يعني شو ناش حب أغنية وكمان محجب الله يوفقه يعني أنا ما بتدخل بحياة حدا أنا أصلا يعني كل واحد إله ظروفه إله وضع فالله يوفقهني يا رب جميع شو أكتر شي لفعتك كمؤخرة من الأغاني على الساحة الفنية والله في حسب يعني أنا من نوع اللي بحب الأغاني اللي فيها معنى يعني ما بحب الأغاني يعني دون المستوى يعني فمن نوع اللي بحب الأغاني اللي هي معنى يعني ما بس حاليا أنا لسه ملفت نظر الشي يعني بالوسط هلأ حاليا نلنازل يعني أغاني دون المستوى تريند عم بتكون على السوشيال ميدي أنا عبقلك أني الأزواء بتختلف يعني لذلك هلأ أنت من شوي سألتني أختي حقيقت لك لأ لأني أنا ما عم بقدر أعمل أعمال اللي هي متل ما قلت دون المستوى للأسف للأسف أكيد يعني ما فيني لأني مع مين عبلك تعملي ديو ديو طبعا أنا من زمان يعني مع الموسيقار القيصر كازم يتواصلوا أنتو يا لا والله شو بتعجيله ري السيلة شو بتولي بقل له الله يطول بعمرك وهو بالنسبة قل له يعني بالنسبة إلي أنا كتير عزيز على قلبي يعني بحب أغانيه بحب اسمع له وبحب الفن اللي قدمه وبوجه له تحية لمعرفة كيفة الأخبار الفنية زروا موقعنا الفن دوت كوم وما تنسوا تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب ليصلكم كل جديد